موسيقى مشاهدي قناة الحياة الأحباء سلام المسيح يملأ قلوبكم نحن معكم في الحلقة السابعة من برنامجكم الدليل في الستة حلقات الماضية ناقشنا ومن خلال العقيدتين المسيحية والإسلامية وجود آدم وحواء في الجنة شجرة السقوط عصيان آدم وحواء لوصية الله محاسبة الله وعقابه لهما وأخيرا تكلمنا عن شرك آدم وحواء واليوم سنتحدث عن محصلة خطايا آدم وكيف تعامل الله معها هل تعب آدم عن خطاياه وهل غفر الله له ماذا نفهم من تعبير تدبير الخلاص وهل تدبير الخلاص موجود في الإسلام كما في المسيحية كل هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها في هذه الحلقة علّه ومن خلال الإجابات والقراءة في الكتب المقدسة والتفاسير وغيرها تتضح لنا كثير من الأمور التي كانت مخفية علينا أو أخفوها عنا مشاهدينا أذكركم بأننا سنبدأ في أخذ مكالماتكم بعد حوالي نصف ساعة من الآن الأرقام ستظهر على الشاشة كما أننا ننتظر مشاركاتكم عن طريق الإيميل سيظهر أيضا على الشاشة وسنقرأ إيميلاتكم بعد الفاصل مباشرة والآن أرحب وإياكم بضيفنا العزيز الأخ وحيد أخ وحيد أهلا وسهلا بك أهلا أخذ فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع أخ وحيد ليبيا تمر بما مرت به مصر الشعب الليبي أكيد محتاج لكلمة أو صلاة أو أي حاجة منها أعتقد أنه ربما يمر بأقصى من ما مرت به الشعب المصري والتونسي ونحن نقول للأحباء في ليبيا الرب معكم ونصلي من أجل أن سلام الرب القدير كما سادى تونس ومصر يسود أيضا على ليبيا نصلي أن يكون هناك سلام للشعب حقني للدماء وأحبائنا المشاهدين كما كرسنا من قبل يوم الأربعاء من أجل سلامة مصر شاركونا وصومكم وصلاةكم مهمة جدا أن نكرس الأربع القادم صوم وصلاة أيضا من أجل سلامة الشعب في ليبيا مسلمين مسيحيين وكل الأديان نحن في الحقيقة نصلي من أجل سلام الإنسان بغض النظر عن دينه أو عقيدته ربي بارك حياتكم فلا تنسوا أن تشاركونا صوم وصلاة الأربع القادم من أجل سلامة الشعب في ليبيا شكرا لك يا أخو حيد حلقتنا بعنوان تدبير الخلاص التعبير هذا تدبير الخلاص ممكن تعرفه لنا لو سمع هو تدبير الخلاص أنه خطة إلهية موجودة معروفة في ذهن الله الله العالم بكل شيء قبل تأسيس العالم ومذكور في الكتاب المقدس أن دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم فخطة الله أو تدبير الله لخلاص الإنسان الساقط العاجز عن أن يعود إلى الله بمفرده هكذا تدبير الخلاص في مفهومنا كمسيحيين وحتى في مفهوم الكتاب المقدس ككل أن الرب الإله سبق فأعد خطة إلهية لخلاص الإنسان لأن الإنسان عاجز عن أن يبادر فالله هو المبادر دائما وهذه رحمة الله في المقابل هذا المصطلح أو هذه العقيدة لا وجود لها في القرآن لا نجد ما يسمى بالخلاص أو بتدبير الخلاص فالإنسان لا يحتاج إلى فداء أو إلى كفارة للخلاص وما إلى ذلك طيب البديل يعني هل في بديل ولا هي مش موجودة في الإسلام هل في بديل لها؟ بالنسبة للكتاب المقدس معروف الخلاص واضح بنعرف على أن الإنسان حينما أخطأ في جنة عدن بدأ تدبير الخلاص والوعود بالخلاص وهكذا مارس الشعب في العهد القديم عهد الآباء الزبائحة الحيوانية للفداء وللكفارة ولغفران الخطايا إلى أن تبلورت هذه الصورة في شخص المسيح له كل المجد الزبيح الأعظم والفادي الكفاري لخطايا البشرية في الإسلام هناك البديل ولكنه ليس البديل الذي يرتقي إلى مستوى الفداء والكفارة فالبديل عادي يمارسه كل الناس في كل مكان بغض النظر عن أديانهم فلم يأتي الإسلام بجديد وحتى أضع المشاهدين في الصورة الدليل نقدم الأدلة من القرآن نبدأ بصورة البقرة 35 إلى 38 ولينا رأى البديل الخلاص فأزلهم الشيطان عنها آدم وحواء فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين البديل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولهم يحزن إذن البديل هنا في صورة البقرة واضح وبسيط أنتم عاملين مشكلة عاملين فداء وكفار وصليب وفادي الموضوع بسيط الموضوع فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الموضوع انتهى ليه أنتم مصعبين الموضوع للدرجة آدم ما عملش مشكلة آدم عمل خطأ بسيط وتاب عليه الله والموضوع انتهى هذا هو المعادل للفداء أو تدبير الخلاص في الكتاب المقدس لكن في نصين أنا حابب أقدم كل النصوص وبعد كده أترك لك المجال في سورة طه 120-123 فأكلا منها آدم حواء فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى البديل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى يعني اجتباه اجتباه يعني قربه اصطفاه اصطفى آدم وقربه إليه قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ده النص الثاني إذن الموضوع بسيط جدا عصى آدم ربه فغوى فإله آدم تاب عليه وهدى اجتباه وهدى اجتباه قربه اصطفاه ليس هناك مشكلة ايه المشكلة اليهود والمسيحيين عاملين مشكلة فداء كفارة من ما فيش ده وفق المنطق القرآني طيب ننتقل إلى آخر نص وهو يقدم لنا الدليل في سورة الأعراف 22 إلى 25 فدلاهما بغرور أي الشيطان فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها عليهم من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين البديل قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون أي في الأرض وفيها تموتون ومنها تخرجون إذن البديل قالا اعتراف آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فأيضا البديل واضح هنا إنه آدم تكلم مع الله إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين هذه السلاس نصوص التي قرأناها الآن البقرة طاها الأعراف هي البديل الذي يجب أن يعادل الخلاص في العقيدة عقيدة الكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين المعروفة في الفداء بالدم والكفارة هذا الفرق شاسع جدا بين الاثنين قبل أن ندخل لصلب الموضوع أنا شايف أن هناك مشكلة بالنسبة لي تمثلي مشكلة ترتيب زمن توبة آدم وترتيب مكانها يعني إحنا بنشوف في البقرة جاء الإهباط الأول من الجنة وبعدين جات التوبة يعني التوبة أصبحت خارج الجنة صحيح لكن في طاها بنشوف أنه التوبة جات في الجنة الأول التوبة وبعدين الإهباط فأنا مش عارفة يعني هل الله ما يعرفش الترتيب فين آدم توبته كانت؟ طيب حتى نكون منصفين يعني وننظر بعين الباحث المحايد إذا كان القرآن يتبع المنطق الزمني يبدو أن هناك تناقض أن في الآيتين الآيتين مثل بعض لكن إذا كان القرآن يتبع الترتيب موضوعي في ذهنه في ذهن الكاتب فلا إشكالية في هذا الموضوع فإذن أيهما يتبع كاتب القرآن دي المفروض نركز فيها وندقق فيها عشان يكون البحث بتاعنا فيه إنصاف فإذا كان موضوعي لا إشكالية ولكن إن كان ترتيب زمني يظهر أنه في بعض التناقض ومع يعني غموض القرآن الله أعلم أن الناس تقدر يعني تعرف قصد القرآن صحيح قصد إله القرآن صحيح طيب في سورة البقرة بيقول فتلقى آدم الكلمات صحيح تلقى آدم من ربه كلمات يعني هل الكلمات دي معروفة موجودة في القرآن واضحة ولا برضو في غموض هذا هي النقطة الكبيرة نقطة الكبيرة في البداية أحب أن أقول يعني بعدما تلقى آدم من ربه كلمات وتاب عليه طرده يعني زي أنا واحد زعلان من ابني في موقف بيني ما بينه هو عمل خطأ واعتذر وتاب وأنا سامحته وبعدما سامحته قلت له بس اطلع بره البيت يلا اطلع ما تعدش في البيت طب أين منطق المسامحة وأين منطق الغفران وكيف أعتبر أن أنا غفرت الابني أنتقل إلى الكلمات الكلمات هذه الكلمات السحرية هذه الكلمات الإلهية التي تعادل الخلاص في المسيحية لا أحد يعرفها على الإطلاق يعني في القرآن غير موجودة هناك اقتراحات من المفسرين هناك اقتراحات من بعض الصحابة وبعض التابعين اقتراحات لهذه الكلمات يعني المفروض هذه الكلمات تكون أكبر آية في القرآن أكبر آية بدون استثناء لأنه هذا الخلاص بتاع آدم على الأقل في الموضوع أو في الصور صحيح في الصياق بتاع الصور مفروض تكون آية واضحة كبيرة لا جدال فيها يتكلم عنها رسول الإسلام ما أنت شطبت الخلاص بتاع المسيحيين واليهود وقلت هذا لا حوجة لنا به لدينا خلاص آخر لآدم طيب أين هذا الخلاص كلمات ما هي هذه الكلمات لا أحد يعرفها على الإطلاق يجب أن تكون هذه الكلمات هي عنوان البشرية كلها لأن كل البشر محتاجين كما قالها آدم فتاب عليه ربه كان لكل البشر الحق بعد ذلك أن ينطقوا بهذه الكلمات أين هذه الكلمات؟ لا أحد يعرفها خصوصا أن كل البشر خطأون طبعا لا يوجد بشر بدون خطيئة يعني بحسب تعبير رسول الإسلام صحيح كل البشر خطأون فهم محتاجين للكلمات عشان يتوبوا بيها يعني المعادل في المسيحية الخلاص واضح معروف بدون دم لا تحصل مغفرة الأمر واضح ومحسوم في العقيدة الإسلامية آدم قال كلمات طيب ورون الكلمات لا أحد يعرف هناك اقتراحات أنا جمعت على الأقل سبع اقتراحات للكلمات التي قالها آدم ولا أعتقد أنها تزكي بعضها الآخر يعني ربما في يعني كلمتين متقاربتين لكن كل في اتجاه فإذا كان يجب أن تكون الكلمات أنا عن نفسي أعتقد أن كانت تكون أكبر آية وأوضح آية في القرآن لا أحد يعرفها طيب عشان يعني أكيد المشاهدين تشوق أن هم يسمعوا الكلمات يعني فلو تحب ندخل فيها على طول بكل سرور إذا نبدأ بالاقتراح الأول للكلمات وجدت في تفسير ابن كثير لسورة الأعراف 13 الاقتراح الأول قال الضحاك ابن مزاح في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه إذن أول اقتراح أمامنا إن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي الموجودة في نفس النص القرآني ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين طيب هو يعني كون أنه ياخدوا الكلمات دي شيء منطقي يعني ممكن العقل يقبل أن هي دي الكلمات بس في نفس الوقت هي بتظهر آدم في شكل يعني شخص ما عنده فهمي يعني ما عنده منطق ما عنده عقل ليستخدمه يعني كيف النبي إحنا بنتكلم عن النبي طبعا هو ما بيعرف أنه لما يغلط يتوب كيف ده نبي صحيح ده حتى الوسني بيعرف يستغفر إله ويتوب ويتقرب له بقرابين آدم لا يعرف لكن أنا عندي وجهة نظر أخرى طيب قبل وجهة النظر معلش عندنا بريك طارق فاصل حبائنا المشاهدين يعني لحظات ونرجع لكم خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر عن الفاصل اللي حصل فجأة ونرجع للموضوع أخ وحيد نكمل الموضوع بتاعنا ونشوف يعني إيه اللي حصل مع النبي آدم وهو مش عارف يعني أنا عندي وجهة نظر ربما تختلف تمام يعني جزئيا معاك يعني أنا شايف أنه هذا الوضع الطبيعي في عجز الإنسان آدم يقدم صورة للإنسان العاجز لا يعرف يعترف لا يعرف يتكلم لا يعرف ماذا يقول لا يعرف أن يبادر بالاعتراف هذا حال الإنسان في الحقيقة وما لفت نظري وربما هي الصورة التي تومد هنا وهناك أحيانا في العقيدة الإسلامية ويتم التعتيم عليها وسأشير إلى ذلك أنه فيه شيء اسمه تدبير الخلاص صحيح بطريقة ما نعم يعني آدم لما أخطأ وكان هناك كلمات لم نجد في الكلمات المقترحة هنا الآن توب يا آدم أنك تصلي أو تصوم أو تتوضى أو تزكي أو أي شيء طبعا يمكن زكا ما فيش لكن من ضمن الأشياء التي يعرفها أو يفهمها المسلم العمل عمل الإنسان ما الذي قاله آدم هنا إن لم تغفر لنا وترحمنا ترحمنا أنت هذا هو الخلاص الرحمة من عند الرب يعني العمل عمل الله الله الذي يعمل ليس الإنسان الله هو المبادر الإنسان عاجز تماما أن يعمل أي شيء فأنا أرى هنا الصورة التي عليها آدم التي يظهر في عجز تام في عدم قدرة على الاعتراف في عدم قدرة على أنه حتى يتكلم ويتوب إلى الله هذا هو في الحقيقة حال الإنسان العاجز تماما ما الذي قاله آدم وهي الكلمات التي استقاها من ربه يعني ليس التي أنتجها آدم ليس طالع منه لا التي تلقاها حسب القرآن ماذا تلقى من ربه أن يقول إن لم تغفر لنا وترحمنا أنت إذن المحصلة هنا لا بالأعمال منفردة ولا أنك تصوم ولا أنك تصلي ولا أنك تروح الحج والكلام طبعا للأحباء المسلمين لأن هذه الصورة التي يتعلمها المسلم حسناتك وسيئاتك عندك سيئات؟ مش مشكلة اعمل حسنات كتير لما تكتر حسناتك أنت داخل الجنة فدي المشكلة التي يتعلمها المسلم لكن وهو بيطبقها لحد أنها رسل صحيح يعني هو مطلوب منه أن هو يصلي ويصوم ويتوضى عشان تغفر خطايا يعني فهو بيعمل هو اللي بيعمل صحيح لكن هذه ليست الصورة التي عرضها الآن آدم في القرآن نعم آدم لم يقل له إله في الكلمات التي تلقاها لا صوم ولا صلي المنطق الرحمة من عندك فما هي الرحمة إذن؟ حسب مفهوم الخلاص في المسيحية الرحمة الإلهية أعلنت بكمالها وتمامها في شخص المسيح وهنا دليل آخر يقوده آدم ماذا قال آدم؟ إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنا حابب أقدم ربما مفاجأة للبعض عارفين يعني من الخاسرين؟ خلينا أشوف كذا شوفوا معي الطبري في تفسير الطبري للأعراف تلاتة عشرين وإن أنت لم تستر علينا ذنبنا فتغطيه علينا وتترك فضيحتنا به بعقوبتك إيان عليه وترحمنا بتعطفك علينا وتركك أخذنا به لنكونن من الخاسرين يعني لنكونن من الهالكين يا للهول ما الذي فعله آدم؟ ليس هذه العقيدة التي يرفضها المسلم طول حياته؟ وإيه اللي عمله آدم؟ أنتم مكبرين الموضوع ليه؟ آدم عمل إيه؟ يعني أخطأ أكل من الشجر تروح وتحكم عليه بالموت؟ طب هذا القرآن يحكم على آدم بالموت وده أجرة الخطيئة موت أجرة الخطيئة هلاك الإسلام يعتم على الخلص الإسلام بقصد يعتم على هذه الجزئية لم أسمع الشيخ من الشيوخ يعلم المسلمين بما قاله آدم أنه هالك إن لم تكن هناك رحمة إلهية إذن ما الذي فعله آدم أيها الأحباء المسلمين؟ أكل من الشجرة؟ وهل الأكل من الشجرة يستدعي موت آدم وهلاك آدم؟ هذه العقيدة المرفوضة في الكتاب المقدس موجودة في القرآن ولكن لا يلتفتون إليها ولا يتعمقون في فهمها الآن الصورة التي يعكسها الاقتراح الأول الذي قاله آدم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين أي من الهالكين الهالك في جهنم إلى الأبد يعني أنا شايف فيها نوع من الخبس يعني أنه تكون العقيدة موجودة الخلص موجود في القرآن بس الخبس أنه تضغطى يظهر عمل الإنسان صحيح صلي وصوم بس سيبك من الحاجة الثانية من الحاجات الأساسية من الأساس وبالمناسبة حتى رسول الإسلام علم أن العمل لا يخلص رسول الإسلام طبعا وفي حديث صحيح علم أنه اعمل زي ما أنت عايز مهما عملت شيء كويس مش هيخلصك عملك دعا لا أقدم لأحباء المشاهدين في مسند أحمد، مسند أبي هويرا، والحديث المصحح الألباني في صحيح الجامع، وخلاص حكم المحدّي الصحيح، عن رسول الله أنه قال، لن ينجي أحدا منكم عمله، ما فيش أحد حينجي عمله،، فقال رجل، ولا أنت يا رسول الله، فقال، ولا أنا إلا أن، يتغمّدني أيها الحقي.،، أتغمّى، آه يكون أحد two-. الله برحمته ولكن سددوا إلا أن يتغمدني الله برحمته علشان كذا ذكرنا أنه هنا وهناك يومض مفهوم الرحمة الإلهية الخلاص الأساسي يومض هنا وهناك في الإسلام ولكن يظل التعليم الأبرز في الإسلام الأول ربما يكون الأوحد إذا جاز لي التعبير هو أنك تعمل تصلي وتصوم وتكتر حسناتك وتزكي وتعمل عمرة وتعمل حج ده كله يعمل لك رصيد من الحسنات يضغى يفوز على سيئاتك وبالتالي تدخل الجنة وده الخبص يعني بصراحة يعني خلينا نقول أنه ده هدف الشيطان هدف الشيطان أنه يبعد الإنسان عن الخلاص فلا بأعمالك أنت ممكن أن تفوز يعني مع أنه هو الرسول الإسلام يعلم أنه ما فيش نجاة بالعمل على الإطلاق مهما عمل يعني لن ينجي أحد منكم عمله خالص على الإطلاق طيب خلينا يمكن إحنا بشر عاديين طيب أنت نبي ولا أنت طيب يعني أشرف خلق الله حسب التعبير الإسلامي المصطفى حبيب الله اللي هو يعني ما فيش أفضل منه السيد المرسلين كل ده أنت محتاج إلى رحمة الله أنا محتاج إلى رحمة الله إلا أن يتغمدني يتغمدني الله برحمته إذن مفهوم الخلاص موجود يومد هنا وهناك ولكن يتم التعتيم عليه حتى في التعليم نعم فأنا عايز ألفت النظر أن الاقتراح الأول الذي قاله آدم يضرب وبقوة المنطق الإسلامي في التعليم التعليم الدينية من صوم وصلاة وحج وزكاة وكأنها هي الخلاص نعم هي لا تعادل الخلاص ولا تقدم إلى الخلاص بالمناسبة حتى القرآن هناك نصوص صريحة في القرآن لأناس أخطأوا وإن لم تكن هناك رحمة إلهية لها لكم برضو طبعا أقدم بعض الآيات سورة البقرة 64 والمخاطب فيها اليهود والنصارى والصابقة ثم توليتم بعدما ناديتكم وعرفتكم الحقيقة من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين برضو الخاسرين طبعا الهالكين الهالكين إيه اللي خلاهم ما يبقوش هالكين زي آدم ما الذي رفع الهلاك عن آدم هل الصوم هل الصلاة الرحمة الإلهية هي التي رفعت هلاك آدم الرحمة الإلهية التي تجلت في الصليب شخص المسيح هو الذي رفع الهلاك عن كل البشر إن أرادوا الشيء الملاحظ إنه هنا اليهود أخطأوا صحيح يعني هنا بخطيتهم ورسول الإسلام بيعلم إنه مهما عملت من أعمال حسنة يعني بيستووا الاثنين قدام الله محتاجين الاثنين الرحمة الذي يعمل الذي يعمل يعني الذي يخطئ والذي يعمل الصالح الصحيح الاثنين الجميع زاغوا فسدوا وعاوزهم مجد الله تمام يعني نفس العقيدة هي هي بس زي ما أنت بتقول معتم عليها تماما أقدم نصوص أخرى في القرآن سورة الأعراف 149 بيتكلم عن الشعب اللي كان مع موسى بعدما خرجوا من مصر وعبدوا العجل ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين محتاجين رحمة الله يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الهالكين يعني لم نسمع أن موسى قال للشعب صلوا عشان يغفر لكم الشرك اللي انتم عملتوه دول أشرك دول عبد العجل لا ما قال لهم شي صلوا وتوضوا وزكوا وحجوا وحجوا لم نسمع هذا الكلام نسمع صوت واحد الرحمة الإلهية التي سمعناها في آدم وسمعناها في اليهود والنصارى والصابعة ونسمعها الشعب الذي كان مع موسى وأيضا كثيرة منتشرة في القرآن وأنا انتقيت فقط والآن أقدم أيضا نوح خلي الأحباء المشاهدين يتابعون نوح النبي نوح النبي يعني بعد ما قدمنا اليهود والنصارى والصابعة وشعب موسى خلينا نشوف في صورة هود كلام إله القرآن مع نوح قال ربي نوح بيتكلم إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين يا للهول نوح النبي نوح الكبير نوح العظيم إن لم يغفر له إله ويرحمه سيكون من الهالكين هو نوح أخطأ؟ ليس الخطأ المعروف يعني نوح كل اللي عمله أنه بيتحاجج بيحاول ينقذ ابنه يعني ده كل اللي عمله نوح يعني هو طلب من الله أنه ينقذ ابنه صحيح من الغرق ودي اعتبرت خطأ أو خطيئة طبعا لأنه هو شيء لا يعلمه وإزاي بيتحاجج في أمره هو لا يعلمه والخطيئة دي نتيجتها الموت الهلاك الهلاك ويحتاج لرحمة الله يحتاج إلى رحمة الله و هنا في سؤال يعني لا سرق ولا زنة ولا قتل ما يسمونه في الإسلام بطريقة غير صحيحة الكبائر طب ولا واحد من دول عمل كبائر آدم عمل كبائر وفق الإسلام لا نوح عمل كبيرة لا ما عملش كبيرة ولا صغيرة يعني المفروض ولا صغيرة طبيعي الإنسان لما يشوف ابنه يعني حيغرق حيصلي حيطلب لأجل حيتشفع حيتشفع طيب حتى اللي عمله كبيرة شعب موسى و أخطأ الكل تساوى أمام الله في أنه يطلب الرحمة إذن المنطقة الإسلامية في عرض أنك تعمل و أنت محتاج تتوضى و تصلي و كما قال رسول الإسلام و هذا نص قرآني يعني صلي النهار و زلفا من الليل فإن الحسنات يذهبنا السيئات ده لا نجد هنا الحسنات لا يذهبنا السيئات من الذي قال هذا الأمر لا توجد حسنة تذهب سيئة تحسب لك حسنة و تظل السيئة موجودة الذي يذهب السيئة رحمة الله فقط لكن يجب أن نعرف ما هي رحمة الله نحتاج إلى إلى هذا التعريف طيب كذا الاقتراح الأول ده الاقتراح الأول اللي اقترحوه ما هي الكلمات نعم الخلاص المعادل للخلاص في المسيحية قال أنه الخلاص هو كلمات إن لم ترحمنا إن لم ترحمنا تغفر لنا وترحمنا لا نكوننا من الخاسرين ده الاقتراح الأول الاقتراح الثاني في ابن كسير سورة البقرة 37 عن مجاهد الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم فمنجد هنا طلب الغفران طلب الرحمة طلب التوبة اغفر ارحم توب برضو الله كل راجع لالله كل أفعال إلهية في حين إنه المفروض تكون الكلمات لشخص أخطأ وفق المفهوم الإسلامي نعم ما تصلي وصوم وتوضى والكلام ده اللي احنا بنعرفه والحسنات لما تكتر تذهب سيئاتك نعم لم نسمع هذا الكلام فإحنا قدامنا هنا نص يتكلم عن الفاعل والمبادر الأساسي والأول والأخير هو شخص الله نعم والإنسان عاجز تماما هذا العجز الإنساني هو الذي يحتاج إلى خلاص الله وإن كان لو الإنسان كان قادر كان يتصرف إذن الاقتراح التاني تقريبا بيتكلم عن نفس الموضوع الرحمة زي الاقتراح الأول مع زيادة بعض الكلمات مع زيادة بعض الكلمات خلص الاقتراح التالي نعم ندخل في الاقتراح التالي نتفضل قال إذن أدخلك الجنة مشابه لها الاقتراح الرابع عن ابن عباس قال آدم عليه السلام يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال له بلى أيوة أنا خلقتك قال ونفخت فيي من روحك؟ قيل له بلى قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم يرجع إلى الجنة يرجع إلى الجنة ده آدم بيتكلم وأدم رجع إلى الجنة؟ آدم لم يرجع إلى الجنة يعني وفق هذا الاقتراح أنت بتو استغفرتك هل أنت بترجعني الجنة؟ أنا برجعك الجنة المفروض أنه آدم تاب؟ المفروض وفق القرآن فتاب عليه وهدى طب ليه ما رجعهش الجنة؟ مش ده وفق القرآن النص القرآني يقول أنه إله القرآن أنه آدم عصى ربه فغوا وتاب عليه فاجتباه وهدى طيب إذا كان الله هداه وتاب عليه وفق هذا الاقتراح يجب أن نجد آدم في الجنة من يوم ما اجتباه ربه زمان بعد العصيان نجد آدم في الجنة على الفور لأن آدم ما يتكلمش عن الجنة بعد القيامة ولا الله فاهم فاهم فكرة آدم أنه أنا أرجع الجنة على طول الآن على أقل تقدير إذا أنت حتعاقب آدم معاقب زرية ليه ليه بر الجنة الزرية بتاعته فإذا هذا الاقتراح التالت والرابع الموجود في سورة تفسير الطبري أن آدم يقول لو أنا استغفرت هرجع الجنة وأخذ وعد بالرجوع إلى الجنة تاب وتواب إله وهداه ولم يرجع الجنة إذن هل هذه الكلمات؟ هل الكلمات العجيبة التي قالها آدم أدت إلى خلاصه لا يعرفها الأحباء المسلمون لا يعرفونها مجرد اقتراحات على كل هذا الاقتراح التالت والرابع خاصة إننا وجدنا بعد ما تاب عليه وهدا طردوا بالرجع قاله بطا منها ننتقل إلى الاقتراح الخامس طيب الاقتراح الخامس في ابن كسير سورة البقرة 37 قال ابن عباس الكلمات التي تلقى آدم من ربه علم شأن الحج علم شأن الحج أيها إن الكلمات دي التوبة دي الكلمات دي كلمات التوبة دي الكلمات التي تلقاها من ربه فتاب عليه وهدا إنه علم شأن الحج آدم طب يعني إيه علم شأن الحج؟ إنه عرف شأن الحج طريقة الحج مكان الحج يروح يحج آدم آدم علشان الطواف حوالين الكعبة يرجع الإنسان كما ولدته أمه أو بالنسبة إلى آدم قبل أن يخلق كما كان قبل الخطيئة مع أنه إسلاميا يعني مخلوقه بزرة الشرفي يعني هو مش مخلوق وهو طاهر أو بار صحيح مخلوقه بزرة الشرفي فهي يرجع على أقل تقدير أنه قبل أن يعصي ربه فهل هي دي الكلمات اللي عرفها آدم أنه يعرف الحج هو كان فيه حج في عصر آدم يعني حتى تاريخيا الكعبة الموجودة لا يوجد لها مرجع قبل 300 سنة من الإسلام لا يوجد مراجع تاريخيا نفتحها قبل 300 سنة من ظهور الإسلام أنه كان فيه كعبة إلا في المراجع الإسلامية وكلها أخطاء رهيبة جدا في التاريخ الإسلامي لكن أي مرجع آخر خارج عن الإسلام لن تجد مرجع يزكي فكرة وجود كعبة أساساً قبل 300 سنة من ظهور الإسلام يعني 400 سنة 500 سنة قبل الإسلام لا يوجد كعبة لا يوجد كعبة وقال الطائفة رأى أي آدم مكتوباً على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع بذلك فهي الكلمات تخيلي على ساق العرش على ساق العرش محمد رسول الله رفع آدم كده بصره فوجد على ساق العرش مكتوب محمد رسول الله فتشفع بهذا الإسم بهذا النبي فغفرت له الخطية كانت هذه هي الكلمات محمد رسول الله فتشفع يا رب عشان خاطر محمد رسول الله اغفر لي فغفرت خطية طيب خليني في جزئتين هنا محتاجين نحن نتكلم فيهم ساق العرش 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 لي ساق أكيد لي أربع سيقان يعني مش هو مش ساق وحدة أكيد طبعا طيب أصبح محدود عرش محدود وقدام آدم شايفه كل العرش والعرش ده عليه الإله يعني الإله محدود وموجود قدامه آدم شايفه طيب فين فين الإله الغير محدود يعني فكرة أنه آدم يرى مكتوب على ساق العرش لا يمكن أن يكون وسع كرسيه السماوات والأرض لأنه إذا كان آدم حيشوف طبعا الكرسي غير العرش في الإسلام وده موضوع تاني هو جزء من العرش مكانه أو وضعه لك أقدام يقول ابن عباس لا 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 لحظة يعني هو جزء من العرش صحيح مش العرش كله الكرسي الكرسي اللي بيضع عليه الأقدام والكرسي وسع السماوات والأرض فما بالك العرش فما بالك العرش فعلى ساق العرش ده ساق العرش المفروض يكون من هنا للصين يعني بالنسبة لآدم فإزاي شاف مكتوب عليه محمد رسول الله بالمناسبة أنا راجعت الأحاديث في هذا الأمر لا يوجد ولا حديث صحيح واحد يقول أن على ساق العرش مكتوب محمد رسول الله وحتى الأحباء السنة في بعضهم في اختلاف فهناك من قال محمد موجود على ساق العرش وهناك من قال موجود على ساق العرش محمد وأبو بكر وعلي وعثمان ده موجود مكتوب على ساق العرش بالنسبة للشيعة الموضوع مختلف فعلى ساق العرش مكتوب محمد وعلي ابن أبي طالب وفاطمة زوج فاطمة كذا وزوج فاطمة والحسن والحسين هناك خمسة أسماء على ساق العرش هؤلاء المختلفون في أبسط الأشياء بيقترحوا موضوع للخلاص وهم لا يعرفون أساسا ما هو الخلاص هؤلاء الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة العرب مع احترامي لجزيرة العرب ولكن التاريخ الوسني هناك يأتون ليصححوا أهل الكتاب اللي عندنا وحي وعندنا أنبياء وعندنا تاريخ وعندنا كل هذا الكم الهائل من الوحي يأتي البعض ليصحح أهل الكتاب هذا الخلاص المقترح عندكم غير صحيح طيب احنا غلط ما هو الخلاص اللي عندك هناك كلمات قالها لقنها الله إلى آدم فقالها فكانت هي الغفران ممتاز ما هي الكلمات لا نعرفها ويبدأ هذا اللغط في محاولة استنباط تخمين استنتاج الكلمات التي قالها آدم ولا أحد يعرفها طيب سؤال بس في حيثة الشيعة والسنة يعني دلوقتي الكلام ده على أساس آدم اللي شاف شاف على على ساق العرش نعم ودول بيقولوا اللي شافه محمد والصحابة ودول بيقولوا شافه محمد وعلي وزوجه وأولاده طيب ما هو لازم تكون على العرش في أسماء محددة يبقى واحد فيهم كذاب أنا آسفة يعني أنا سمحوني المسلمين شيع وسنة بس لازم يكون في واحد كذاب طب يعني هنرجع نقول آدم شيعي ولا آدم سني ولا أصلا آدم ما شافش حاجة وهم اللي حطوا على لسانه كلمات هو تمت أسلمت آدم تم أسلمت كل الأنبياء فآدم مسلم ووفق هذه المنظومة خلوا يروح الحج علي ما شأن الحج ووفق هذه المنظومة أن آدم مسلم رأى على العرش مكتوب يعني على أقل تقدير إن لم يكن رسول الإسلام فالصحابة موجودين فأسلمت آدم وأسلمت الأنبياء كل هذه للأسف يعني تكاد تدخل ضمن الخرافات الموجودة في العقيدة الإسلامية آدم مسلم ما هذا الكلام يعني يعني عيسى مسلم برده وعيسى وكل الأنبياء مسلمين قبل وجود الإسلام وحينما تسأل أي نوع من الإسلام يعطوك مفهوم آخر عن الإسلام الموجود بعد رسول الإسلام تبقى أن نعرف يعني هما مسلمين شيعة ولا مسلمين سنة السؤال مهم بنحتاج يعني على إجابة أكيد من المسلمين يعني طيب كده الاقتراح السادس الصحيح طيب ممكن ندخل على الاقتراح السابع الاقتراح السابع في الاقتراح السابع في البقرة 37 تفسير ابن كسير بنشوف عن عبيد ابن عمير قال آدم يا رب طبعا فيه اقتراحات كثيرة اقتراحات كثيرة جدا موجودة وانا كل ما فعلت ان اخترت سبعة فقط من هذه الاقتراحات لكن فيه اقتراحات كثيرة جدا هذا الاقتراح السابع فيه عجب العجاب أيضا خلينا اقدم للأحباء المشاهدين فضل عن عبيد ابن عمير قال آدم يا رب خطيئتي التي اخطأت شيء كتبته علي قبل ان تخلقني او شيء ابتدعته من قبل نفسي قال الله بل شيء كتبته عليك قبل ان اخلقك قال فكما كتبت علي فاغفر لي تخيل المنطق آدم يعني يتحاجج مع اله وهنا لما تحاجج نوح حصلت مشكلة وحصل خطيئة وازاي انت بتتحاجج معي نوح في ابنك فحاجة ما انت مالك بها علم النهاردة آدم بيتحاجج مع الله وبيقدم مرافعة ضد الله هل الخطيئة التي انا اخطأتها شيء انا ابتدعت من نفسي ولا انت كتبت علي فرد اله لا انا كتبت عليك طيب كما كتبت فاغفرهم طيب حتة صغيرة بسيطة يعني هل ادم معلم انه الله كتب عليه يعني انا شايف انه فيه ادم عنده علم علم بالغيب اعرف كيف ادم انه دي مكتوب عليه الخطيئة دي حتة الحتة التانية هل ادم ما عندهوش حق ان هو يحاجج الله ما هالله اللي كتب عليه صح وده المنطق طبعا ادم له كل الحق ادم بغض النظر يعرف او لا يعرف وفق المنطق الاسلامي ادم كتبت عليه الخطيئة نعم فمهما كان حتعمله هتعمله انا عاوز كده انا اللي كتبت عليك فاصبح لادم الحق ان يقف امام هذا الاله ويقول له على اي اساس انت حاسبني او تحاكمني هو انا اللي ابتدعت الخطيئة دي انا اللي انتجتها ولا انت اللي كتبتها اساسا عليك لا انا اللي كتبتها اساسا عليك طب خلاص زي ما كتبت اغفره بقا انت اللي كتبتها امسحها طيب ده مش بيديني انا بحسب برضو العقيدة الاسلامية ان انا كمسيحية مشركة وكافرة ده معناها انه الله كاتب علي الشرك وكاتب علي الكفر اذا انا من حقي اقف نفس الموقف بتاع ادم واحاجج الله وقل له زي ما انت كتبت علي الشرك تغفر لي الشرك بتاعي وادخل الجنة اعتقد ده منطق منطق سليم جدا وفق القرآن وبشرة يعني لكل الكفار والمشركين انه لا اشكالية خلاص لا اشكالية يعني افضل في كفرك لانه ده ارادة الله هو عاوزك كافر وخلاص بعدين حنتحاجج مع الله ونقول له زي ما كتبت اغفر هو على كل ان الشرك يعني ارادة الهية في القرآن الشرك الشرك ارادة الهية وقبل ان ادخل في هذه الجزئية انا عاوز بس اشير الى ان حتى رسول الاسلام علم بما قاله ادم ان عنده حديث ان ادم تحاج مع موسى ودار بينهم حديث يعني الله اقام مخصوص اقام ادم من الموت حتى يتحاجج مع موسى وبعد كده رجعوا مرة اخرى والحديث في مسلم صحيح مسلم وخلينا اقرأ الحديث للاحباء المسلم طيب لا معلش عشان في مكالمات طيب خليني استعزنك ناخد بعض المكالمات ميرنا من امريكا سلام المسيح اختي فدوى وسلام المسيح الافتاز مبارك وحيد سلام على فكرة التليفونات صعب جدا جدا ان احنا نوصلقوا ففي حاجة غلط في التليفونات ياري تصلحوها احنا اللي احنا صالح بنعرف ان الهنا رحيم في عدله وعادل في رحمته فيجب ان يستوفي عدله طبعا في موضوع ادم فيجب ان يستوفي عدله برحمته وده اللي عمله على الصليب برضو بنعرف ان من كلمات من اسماء الله الحصنى في الاسلام ان الله العادل الرحيم بتسأل اين رحمة اله الاسلام مع ادم برغم هو بيقول تاب عليه ولكنه زي ما اصدنا وحيد قال طردوا برضو من الجنة فاين رحمة اله الاسلام ميرنا اخت ميرنا طيب ناخد مكالمة تانية ايفلين من كندا الو ايوا تفضلي سلام المسيح اخت فجوة سلام ونعمة سلام المسيح اخوي العزيز وحيد ربي باركك واخيرا اتكلمت معاكم مرحب اولا لان اشتغل اليوم السنين اليوم فرصة احتيوا اياكم ابارك هذا البرنامج اللي بنشوفك اليوم السنين الف الف مبروك ربي باركك شكرا واشكركم جدا 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 اليوم الاربعاء السوم والصلاة انا من زمان كنت اريد السوم الاربعاء بس كنت منتظر واحد يساويني شوية على مدار السوم الاربعاء ايوه اتفضل عندك مداخلة يا اختفلين المداخل هي بيقول صراحة انقض على البث عندي همين يعني ظلمنا انفسنا بايز ظلمون انفسهم نعم ايوه ايوه اتفضل يسمعينك يا اختفلين ايوه ايوه السؤال وأخذ أخذ أين الحج؟ أين الحج؟ بأيام عادة لم يكن الحج؟ أين كان اسم مكتوب محمد؟ هذا أذكرني في سنة سبعة سنة وإن أخنف سألني قال لي اسم محمد مكتوب بالإنجيل؟ قلت له صدقني اسم جحش مكتوب بالإنجيل واسم محمد ما مكتوب بالإنجيل؟ أهليكم على البرنامج وأطول عليكم لأن باش كنت أريد أتكلم معاكم شكرا لك يا أختي إيفيلين تشيرين والرب يسوعي يكون دائما معاكم وهالنعمة اللي يمطيها لكم إن شاء الله تكون مع كل مسيح يا رب شكرا لك إن شاء الله من أجلنا ونصلي دائما من أجل بلدنا ومن أجل مصر ومن أجل عراق أنا عراقية طبعا آمين شكرا لك يا أختي إيفيلين شيرين من إنجلترا ألو شيرين ألو تفضلي ألو سلامي المسيح يا فدوة سلامي المسيح يا أستاذ وحيد أنا مبسوطة شديد إن أنا الليلة معاكم يعني كده على الهاو بشوفكم مبسوطة شديد بالبرنامج بتاعكم وألت مبروك على البرنامج أنا بس كنت عايزة أسأل سؤالي فدوة لو سمحكي تفضلي ألو تفضلي سمعيني أيوة الأستاذ وحيد قال إنه الخلاص هو رحمة إلهية رفعة الخطيئة عن البشرية طيب هل ممكن المسلمين يفهموا إن المسحيين ممكن يعملوا كل حاجة وحشة عايزين يعملوها ويعتمدوا اعتمادية تعمل على الفداء أنا كنت عايزة الأستاذ وحيد بس يعني يشرح لنا المفهوم المسيحي بالنسبة لل إذا وقت للحلقة طبعا بيسمح بالنسبة للفداء هل هو الفداء كفاية كفاية على المسيحي وشكرا لكم ومبسوطة خالصة أنا بشوفكم على التلفزيون وربنا يبارككم وشكرا خالص لكم شكرا لك يا أخت شرين عباس معان عباس من الكويت ألو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ألو أيوة تفضل أخوة عزي ورحمة الله عليك والدي ضعفة الكريم اللي أحب الله عز وجل يصلى على محمد ورحمة الله عليكم كلكم من المستمعين والمشاهدين أهلا لخوة إذا كرمت أنت قلك ليش اللي بليه الله عز وجل طرد أبونا آدم من الجنة ليش طرد؟ لأنه يوم أخطأ الخطأ هذا قال يوم ما اللي كان يأكله والجنة مو مكان النجاسة فليهذا السبب طلع هو سبب خطأ اللي طلع من الجنة الجنة مكان نظيف فهذا يوم قال من ينزل من الأكل اللي كان يأكله وإذن البراز من كرامة فهذا اللي خلاه يطلع ليس على شاسبنا هو سواني يا أخ عباس أخ عباس تسمعني؟ أخ عباس تسمعني؟ تسمعني أخ عباس؟ ألو؟ أيوة أنت سامعني؟ أين عم تفضل؟ يعني هذه جديدة يا أخ عباس؟ سامعني؟ ده جديد ما تقوله الآن هو شيء جديد أن سبب طرد الله لآدم إسمعني 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 عشان المشاهد يفهم هل أنا فهمت صح؟ ربما أنا فهمت خطأ سبب طرد الله لآدم من الجنة السبب الأساسي أنه كان لآدم وحواء فضلات في الجنة فبالتالي ما يصح يقعدوا في الجنة و بيأكلوا عندهم فضلات فطردهم بر الجنة أنا فهمت صح؟ صح أين هذا الكلام يا أخ عباس؟ في أي مرجع أجده؟ مرجع؟ أعطيك الشيعة إذا اتكرمت مثل الأختي اللي قالت أن نسمعك تفضل قالت لقبلي قالت أن اسم النبي محمد ليس موجود في الإنجيل أنا أبين له وأثبت للعالم كل أخوي أن أثبت لك أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم موجود في الإنجيل وعظم نعمل حلقات يا أخ عباس عباس حبيبي نعمل حلقات للموضوع هذا وندي الأحباء المسلمين فرصة كبيرة جدا ليثبتوا وجود رسول الإسلام في الكتاب المحرف بهم قوسين خلاص فهنا نديكم الفرصة كاملة الآن موضوعنا عن أن آدم قال لربه كلمات فتاب عليه عندك فكرة ما هي الكلمات؟ عزيزة فتابة عن كل ذنب العظيم إذا كرمت أخوي إذا كرمت أخوي إلا تكرم فقط فقط أقول عزيزة فتابة من كل ذنب العظيم للأخوي يتكرم أنا سأل جميع المحمد سأل ليك أخوي هل يقعون مثلا ما هل يصفات النبي ما هي صفات النبي وهي يهدي الناس إلى الطريق الصحيح على أساس أن يبشون الجنة إذا هو في الجنة ما هي رسالة هو أعدم يكون نبي في الجنة وهو في الجنة وإذا كان بر الجنة فهو مو نبي النبي على كم نفر طيب أنا سؤالي لحضرتك يا أخ عباس سؤالي لك ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فقالها آدم فتاب عليه ما هي القرآن لم يقل هذا الكلام هذا الكلام من عندك القرآن لم يقل هذا الكلام فين الكلام ده أجده في القرآن معقول الخلاص اسمعني معقول الخلاص الذي خلص آدم هذه الكلمات لا وجود لها في القرآن وعلماء المسلمين والصحابة والتابعين كل ينتج من رأسه محاولة لفهم الكلمات فضل هل هذه هي الكلمات التي قالها آدم؟ يا أخ عباس أنت لا تركز في السؤال أنت بتأخذ السؤال وبعد ذلك بتجيب على سؤال آخر أنا لم أسأله أنا سؤالي لحضرتك الكلمات التي نطق بها آدم وتاب عليه إلهه إلهه ما هي؟ ربي إني ظلمت نفسي فاقفل لي فأنه لا يغفر بنوبا لأنت هي ما في نصف القرآن كده ما في نصف القرآن النص القرآني إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هل القصدك النص هذا؟ ممتاز لماذا قال نكونن من الخاسرين؟ ممتاز ما هي الرحمة يا أخ عباس؟ ما هي الرحمة التي رحمها الله لآدم؟ رحم كيف يعني؟ إن لم تغفر لنا وترحمنا رحمنا البيت بداخل الجنة مرة ثانية النتاب ومثلا يومنا تقوله على عبد الحارس شلون قود وشلون يصبه طيب هذا يكفي يا أخ عباس لأنه أنت بتدخل في مواضيع مواضيع بعيدة عن الموضوع شكرا نأخذ ميلاد من جيرماني من ألمانيا ألو؟ سلام المسيح معكم سلام يا أعمال تفضل سلام المسيح معك أخي العزيز وحيد أهلا أخ ميلاد ربي باركك في البداية أنا أسف جدا لاتصالي للمرة ثانية في البرنامج وما تكون مداخلتي في صلب الموضوع تفضل أكيد تذكرني يا حبيبي نتذكرك كويس أنت حضرتك عندك زوجتك مريضة وطلبت لنا مننا أن نصلي من أجله نعم 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 أريد أن أقول لكم وأشهد بأن المسيح قد استجاب لصلواتكم وحدثت ماجزة معنا يا أخي الفاض الوحيد نشكر الله لأن إله نحية أخ ميلاد ربي بارك حياتك وتحياتنا لزوجتك وأود أيضا أن أقول أن زوجتي أجريت لا عملية ونجحت مئة في المئة كلها بقوة الرب أتت سليمة نشكر الله نشكر الله وديشهادة رائعة جدا لكل الأحباء اللي بيسمعونا الإله حي إلهنا حي يستجيب ويسمع الصلاة حبيبي وأخي الفاض الوحيد أطلب منكم مرة ثانية أن تصلوا من أجل العالم أجمعين وبعد أن تصلوا لزوجتي لأنها ستغضع لفحوصات وعلاجات أخرى ولكني أؤكد أؤكد لكم يعني مئة بالمئة أنها شفيت تماما من دائها الذي كان يلازمها نشكر الله نشكر الله يا أخ ميلاد ربي بارك حياتك وأشكر الآباء الفاضلين الذي حبروا وصلوا أيضا معي الأب سفر والأب جوزيف والأب سيزار وأشكر كل مؤمن صلى معنا في هذه المحنة وخاصة في السويد والعراق نشكر كل الأحباء اللي كان لهم إيمان الشفاء أنه الرب قادر إن يمد يده ويشفي شكرا لك أخ ميلاد شكرا لك يا أخ ميلاد الرب يبارك حياتك شكرا لك ناخد أبو يوسف من العراق ألو سلام الربي لكم ولك عزيزي سيد الفاضل طبعا إحنا فيما يخص هذا الموضوع أنه فيما تلقى آدم كلمات ربه فأكيد ما رح يعني يعرفوها لأن ما هناك فالتفسير حقيقي والذي قال هي كلمات غير صادقة يعني ربما تكون تأويل شخصي هذه المثلة مهمة يجب أن نعرفها وكيد إحنا نعرف عدنا نظرة معينة وصادقة تجاهنا بالإسلام هذه ما بها إشكال أو ما بها نقاش مثلا أنت المهدد لكن سيد العزيز أحب أن أقول لك مثلة معينة أنا اليوم مثلا أنت مسيح عامم بقيامة الرب يسوع المسيح ونؤمن بالسداء والخلاص هل أنا ملزم اليوم أنه أصوم أن أصلي أن أذهب إلى الكنيسة أبقى جاعة ممكن أقوم بأعمال غير أخلاقية وغير دينية وما تمني هذه الأعمال لأنه أنا أمم بفداء يسوع مثلا يسوع يخلصني في ذاك اليوم وهذا هو سؤالي وشكرا والله يبارك فيكم ويعطيكم الصحة وإن شاء الله يكونوا الروح القدس معكم في كل عقاد شكرا جزيلا شكرا لك يا أبو يوسف يوسف من أمريكا أيوة سلام المسيح معكم سلام أبو سيد وحيد وسلام للأخت فدوة هو كان فيه نقطة يعني شدتني شوي بيقولوا أن الله اشترى أيدا اشترى بأي ومني دي نقطة الأولين النقطة التانية كنت عايز أقعب تعليم الأستاذ وحيد عن حصان أقدر ظهر في مادنة التحليل معلش مرة أخرى لو سمح الحتة الأخيرة مع الحصان الأخضر الحصان الأخلاقات التي ظهرت في مادرة التعليل نعم شكرا شكرا لك شكرا لك يا أخي يوسف نأخذ ناجي من لندن ألو خير مرسى النور تفضل كنت عاجزة للأتاذ وحيد بس هو كان آدم عرف هي رأي كلمة محمد رسول الله كان بيعرف هي رأي كلمة آدم صحيح سؤال منطقي سؤال منطقي لأن محمد نعرف أن أمي وبعض المدد كلها فأزيك أن آدم تعلم كتاب وغلن كتاب اللغة ساعتها عربي بردو نعم هذا السؤال هذا السؤال الرائع يا أخ ناجي سؤال الرائع هل كانت مكتوبة باللغة العربي ولا بأي لغة لأن رسول الإسلام عنده حديث أحب العرب لسلاس أنا عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي فربما كانت مكتوبة أيضا باللغة العربي نعم شكرا لك شكرا لك نجاوب على بعض الأسلام بالنسبة للأخ ناجي أخيرا الآخر اتصال أنا زي ما حاورته دلوقتي مكتوبة عليها هل آدم فعلا كان يعرف يقرأ ويكتب مع أننا نؤمن أن آدم كان حكيم فهو الذي أطلق الأسماء على كل الكائنات لكن موضوع القراءة يعني هل كان يعرف يقرأ دي جزئية الجزئية الثانية بأي لغة كانت مكتوبة هل كان مكتوبة بالعربي يكون آدم بقى يعرف يقرأ عربي ويكون أول لغة في الوجود هي اللغة العربي بالنسبة للأحباء اللي شاركوا الرب يبارك حياتكم جميعا سريته النقاش والحلقة الأخة ميرنا كان عندها تعليق بشكرك الأخة إيفلين كان عندها تعليق بشكرك فيه سؤالين اشتركوا مع بعض الأخة شيرين من إنجلترا والأخ أبو يوسف من العراق طيب قبل الإجابة عندنا فاصل بعد إذنك مشاهدين الكرام فاصل قصير ونرجع لكم خليكم معنا في الحلقات القادمة من برنامج الدليل تناقضات القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هكذا حكم القرآن فهل سيصمد؟ الخطية الجدية بين الإسلام والمسيحية هل هناك شيء اسمه توريس الخطية؟ توريس الخطية تحريف مسيحي أم عقيدة إسلامية؟ الشرك هل الله يغفر الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به وماذا عن آدم وحواء؟ هل أشركا بالله؟ أم أن الأنبياء لهم عصمة وهم أبعد ما يكون عن الخطايا وخصوصا الشرك؟ هذه المواضيع الهامة والحيوية تشاهدونها على قناة الحياة من خلال برنامجكم الجديد الدليل فترقبونك لا تنسوا الصوم والصلاة كل يوم أربعة إن أحببتم أن تشاركونا ترجمة نانسي قنقر موسيقى لم يأمر بقتلي أحد انتشرت في شمح العربية كما قلت لا يمكن أنك طلبت وسيتلقس استحانا لو كنت إله المسلمين يا رب شيل كل حاجة من دماغ غير للإسلام سطح أن هناك استجابة إلهية هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسل أهلا بكم مشاهدين الكرام رجعنا لكم من جديد نواصل موضوعنا ونشوف الإجابة على الأسئلة يا أخوحيد كان فيه سؤالين اشتركوا الأخ أخت شريم من إنجلترا والأخ أبو يوسف من العراق والحقيقة السؤالين مهمين جدا لأنه بعض الدعاء في الإسلام بحاولوا يشوه المسيحية زي أحمد ديدات وأنا قرأت له في كتبه المسيحي عليه أن يفعل كل شيء يسكر ويزني ويسرق ويفعل كل شيء ويرمي خطاياه على الصليب فمغفورة له خطاياه عيش زي ما أنت عايز هذا كذب وافتراء فالسيد المسيح علم بالتوبة وهو القائل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون كتاب المقدس من أول لآخر مبني على التوبة فإذن الفداء هذا ما رفع الموت عن الإنسان ولكن بعد أن تقبل الفداء عليك أن تسلك في جدة الحياة الحياة الجديدة في المسيح فالتوبة عندنا في المسيحية ليس موقف التوبة في المسيحية ليست مرة عن خطية عندنا في المسيحية اسمها حياة التوبة أن التوبة هي حياة يسلك فيها الإنسان بعد أن يعرف الحق المطلق شخص المسيح له كل المجد هذا الأمر لا وجود له في الإسلام هناك العنوان موجود أما في الإسلام افعل الحسنات لكي تذهب السيئات هذا الأمر كذبة كبيرة جدا أضلت الأحباء المسلمين عبر التاريخ السيئة لن تذهب ستكون موجودة وستطالب أمام الله الرحمة فقط ما هي الرحمة؟ عليك أن تبحث ما هي الرحمة؟ لم تكن صوم ولم تكن صلاة ولم تكن أي شيء كما عرفنا الآن في موضوع آدم فإذن أشكر الأخد شيرين والأخ أبو يوسف لأنه كان سؤال فعلا كان مهم هو حتى لو الكلام صح لو قلنا أنه كلامهم صح طب يطلعون من السجون كل المسيحيين المسجونين بسبب الزنا وبسبب القتل وبسبب السرقة وبسبب الخطايا اللي هم بيعملوه مفروض يكونوا المسيحيين ماليين السجون صحيح يعني إذا كان للمسيحي أنه يعمل كده كان السجون امتلات ما خلاص خطيان مغفورة في الصليب صحيح الفداء هو الإلزام الأول للإنسان إذا قبل الفداء أن يعيش في حياة التقوى والبر والقداسة ليس معنى ذلك أنه لن تكون هناك أخطاء ولكن لن تكون القاعدة لن تكون الأساس هي الخطيئة في الأخ يوسف من أمريكا بيقول اشتراه هي اجتباه يمكن سمع أنا يمكن الصوت كان سريع شوية هي اجتباه اجتباه يعني قرب واصطفاه قربه واصطفاه غريبة كلمة اصطفاه يعني اختاره صحيح الاستفاء ده يعني اختاره على مين من بيع من وسط مين اختار آدم يعني هو كان في غيره لم يكن هنا غير آدم فاصطفاه ما طيب ناخد كمان مكالمة فيلت فيلت من مصر ألو فيلت بس الحبث كل سنة طيبين أهلا كل سنة طيبين وانت طيبة بس الحبث يا سيد وحيد لو كان غفر لهم ربنا غفر لآدم كان تعطهم لمجنة طيبة صح صحيح 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 ده ده سؤال مهم يا أخد فيلت شكرا لك يا أخت فيلت واضح أن احنا عندنا مشكلة في الاتصالات رشيد من فرنسا رشيد ألو رشيد ألو تفضل ألو تفضل ألو تفضل أخ وحيد السؤال هو أخبر نسبالي الخلاص في المسيحية أنا دائما أعطيت السؤال عن نفسي يعني حسب ما أسهم وربما يكون خطأ إذا أخطأ فستصحيحني حسب عن صهومي يعني المسيح حين مات على الصليب هو الذي الله غفر بدأهلك الدنوب للناس جميعا ليكونوا من حق للدهالية جنة بعد ذلك السؤال هو أهل الذين عاشوا قبل المسيح هناك ملايين ناس عاشتوا آدم حتى المسيح ما حكموهم هم لم يرون بالمسيح يعني كيف يكونوا خلاصهم شكرا لهم أيضا بديهم الخلاص ثانية لو اعتبرنا أن حتى لدينا عاشوا قبل المسيح شكرا عزيز يعني إما بالمسيح يعني غير ضروري يعني أولا لن أمنوا بالمسيح يعني هذا والسؤال شكرا شكرا لك يا أخ رشيد ممكن نجاوب عشان نكمل باقية الجزئية بتاعتنا أنا بشكر الأخ رشيد والموضوع هذا في الكتاب المقدس محسوم يعني الذين قبل الصليب وده مكتوبة في رسالة القديس بوليس الرسول إلى أهل روميا إنه الذين بلا ناموس هم ناموس من أنفسهم ما تفعلوا ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فكل إنسان وكل شعب وكل أمة سيحاسب الله وفق القوانين اللي كانت موجودة في ذلك العاصر اللي لم تسمع اللي لم تسمع بالمسيح عن الله واحد مولود في أدغال أفريقيا لم يسمع عن الله لم يسمع عن المسيح لم تأتي له بشارة لم يعرف أي شيء عاش ومات هناك ليس من عضل الله أن يقول له أنت ما أمنتش بي طبعا أنا لم أسمع بك كيف يؤمنوا إن لم يسمعوا ده كلام الكتاب نعم فإذن هؤلاء سيحاكمهم الله وفق ناموسهم لكن بعد الصليب الذين سمعوا بالصليب ورفضوا الصليب هنا دي المشكلة كل الذين عارفوا المسيح وشخص المسيح ولكنهم رفضوا المسيح سيكون عليهم غضب الله وعقاب الله الدينونة النار الأبدية لأن الذي يرفع الهلك كما سمعنا من آدم في القرآن هو رحمة الله ليس أعمال ليس صلاة ليس صوم هذا لاحقا لكن البداية والنهاية هي رحمة الله ورحمة الله تجلت في المسيح في الصليب فأنا بشكر الأخ رشيد من فرنسا لأنه سؤاله مهم في المسيحية عندنا الأمر محسوم لن يحاكم موسى وشعب موسى بالصليب لماذا لم تؤمنوا بالصليب كان عندهم شريعة في ذلك الوقت ولذلك حينما جاء الشاب الغني إلى السيد المسيح وقال له يا سيد أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لأرس الحياة الأبدية المسيح لم يقل له انتظر أنا بعد شوية بعد كم شهر أو كم سنة سأصلب فتؤمن بالصليب أعطاه ما هو موجود عنده الآن ماذا تقرأ في الناموس الوصايا قال له أنا هذه حفظتها منذ حداستي قال له يعوزك شيء آخر اذهبوا بيع كل مالك واعطي للفقراء لمس الجزئية اللي هو مغلوب منا فإذن المسيح قدم شريعة عصر ذلك الرجل وبناء على الشريعة التي في عصره سيحاكم بناء عليها فالأمر عندنا محسوم وواضح الذين رفضوا المسيح بعد أن عرفوا المسيح بعد أن سمعوا عن المسيح هنا الإشكالية لكن الذين لم يسمعوا لم يعرفوا سيحاكمهم وفق قوانينهم وفق أعرافهم حسن لعندهم وبيؤمنهم يمكن واحد يقول لي طيب أنا مسلم أرأيك لا في القرآن مكتوب عن عيسى ومكتوب عن المسيح ومكتوب أنه يخلق ومكتوب في القرآن أنه لا خالق غير الله ومكتوب في القرآن أن كل الذين دون الله لو اجتمعوا لا يستطيعوا أن يخلقوا ولو الجناح بعوضة فكيف استطاع المسيح أن يخلق سيقول بإذن الله من هو هذا المسيح الذي بإذن الله يشارك الله السؤال قائم يفتكر أن نحل المسألة لا المسألة قائمة من هذا المسيح العظيم الذي يشارك الله في الخلق ويتحدى القرآن ويقول ليس هناك إنسان يستطيع أن يخلق لقد استطاع المسيح أن يخلق فمن هو المسيح الذي بلا خطية في القرآن من هو المسيح الذي يعلم الغيب في القرآن إذن كل هذه الأشياء تصنف المسيح على أقل تقدير أنه غير البشر أعلى من البشر يجب أن تفكر من هو فالقرآن وكاتب القرآن لم يستطع أن يتجاهل شخصية المسيح المتميز في كل شيء نعم طيب إحنا قبل المداخلات والمكالمات وقبل الفاصل كنا حنتكلم عن أن الشرك مشيئة إلهية صحيح يعني أنا ما عرف هل إذا أثبت طبعا أنت بالدليل البرنامج بتاعنا الدليل إذا أثبت بالدليل أكيد لنا وقفة في الموضوع برنامجنا كمان الدليل بحب أذكر المشاهدين هو الدليل نقدم دليل ويظهر برهان ونتيجة وعليك القرار بعد ذلك وليس أن نقدم مجرد أدلة الأدلة لها هدف في النهاية ما هو قرارك في النهاية طيب خليني بس أنا كنت أعز أذكر بأنه رسول الإسلام علم أيضا بالمحجة بين آدم وموسى نعم وهذه محجة غريبة جدا فنجدها في صحيح مسلم قال رسول الله فقال آدم أنت يا موسى الذي استفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق عشان بس المشاهدين يفهموا الكلام ده آدم بيقول لي موسى أنت اللي اصطفاك الله وكتبت الألواح عن التوراة والكلام ده أنت وجدت التوراة كتبت قبل خلقي بكم سنة ده كان سؤال آدم لمين؟ لموت يعني آدم مش عارف آدم المخلوق الأول مش عارف توراة مكتوبة قبله بكم مع أنه قبل شوية هو كان عارف أنه الله كتب عليه تمام فلكن موسى عارف نشوف لا مشكلة قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوا قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة منطق أنت يا موسى بتلومني على خطيئة أنا أخطأتها مكتوب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة أنا كويس أنا حل الله هو عيزنا أغضب الله كتبها علي فأنا لا مفر سأخطئ سأخطئ بالمناسبة للتعليم الإسلامي في أحاديث كثيرة جدا بالرغم من أنهم أنتجوا ما يسمى بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية ولكن هذا مجال آخر نناقش في مرة أخرى ولكن التعليم الإسلامية وما سأقدم الآن يثبت بما لا يدع مجال للشك أن الله هو الذي يريد الخطيئة للناس ويكتبها عليهم فلا مفر منها السؤال الذي حضرتك سألته الشرك في سورة الأنعام 107 يقول القرآن وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ لو شاء الله يا محمد ما أشركوا أنا لعند المشيئة إنهم يشركوا لأنه لولا مشيئتي ما أشركوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ طيب النص الثاني سورة الإنسان 30 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يعني المشيئة مش لك أنت أنت فاكر أنك المشيئة في إيدك يا إنسان أنك تعمل اللي أنت عايز تعمل أنك تؤمن وترفض يعني لا لا الموضوع في إيدي أنا في إيد الله طيب هذا المنطق القرآني ده إله مختلف عن إلهنا تماما طبعا أكيد لأن إلهنا مكتوب عنه في الكتاب المقدس الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فهنا إله القرآن يقول كلام مخالف يمكن أنا فهمت خطأ فأنا عاوز أرجع للمفسرين هل في وقت؟ أكيد طيب نشوف هنا في الطبري القول في تأويل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله يقول تعالى ذكره وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم أيها الناس إلا أن يشاء الله ذلك لكم لأن الأمر إليه لا إليكم ودي الكلمة اللي أنت ذكرتها من شوية أنه أي مشرك ليه الحق بعد كده يقول أنا ما عندي مشكلة أنا زنبي إيه؟ المشيئة عندك ومشيئتك أن أظل مشرك يعني التفسير والآية الأخيرة اللي أنت قريتها أنه يعني البشر إرادتهم مشيئتهم تحت مشيئة الله الله يشاء الأول يشاء الكفر فتيجي مشيئة الإنسان أنه يكفر بحسب إرادة الله بحسب مشيئة الله طيب نرجع لنفس السؤال طيب زنبه إيه الإنسان؟ وليه الله عاوز أنه الإنسان يكون مشرك؟ صحيح هو بداية أن مشيئة الله أعلى من مشيئة الإنسان دشئ مسلم به ولكن أن يقود الله الإنسان إلى الخطية وإلى الشر لأنه يشاء ذلك فمضطر الإنسان أن يشاء ما يشاءه الله هذه كارثة كارثة الكوارث لأني أنا شخصيا سأقف أمام إله القرآن ليس الإله الحقيقي لأنه عادل ولكني سأقف أمام إله القرآن إذا جاز لي تصور هذه الصورة وأقول له أنا من سأحاسبك أنت الذي أبدعت الشكر وجاء الشرك وجعلته فيي فكيف الآن تحاكمني على شركا ابتدعته أنت ابتدعته أنت وأوجدته فيي فمن صاحب الخطأ؟ أنت وليس أنا وإحنا شفنا أنه آدم أشرك صحيح في حققتين اللي فاتوا آدم أشرك كنبي كنبي يعني نبي وأشرك فما بال إحنا صحيح الصورة بالمناسبة تزداد يعني قتامة يعني في صورة الأنعم 111 صورة الأنعم 111 يقول إله القرآن ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون كلام لمحمد كلام واضح حتى مش محتاج لتفسير صحيح يعني محدش يقول ده مفسر إحنا مش هناخد بكلام كلام مش محتاج لتفسير واضح جدا يعني الله بيقول لرسول الإسلام محمد أنت كويس أنت حلو ما عندكش مشكلة المشكلة فيها أنا أنا بيقول له أنا لو نزلت عليهم ملائكة مش هيؤمنوا لو أقمت لهم موتى يتكلموا معهم مش هيؤمنوا ليه أنا مش عاوس طب هل ده منطق عاقل لإله يرفض أنه الناس تؤمن وبعد كده يحاسبهم وتعب نفسه ليه وبعد رسل وأنبياء صحيح يبقى لا ما فيش داعي لا لرسل ولا أنبياء ما أنت عندك المشيئة كل ده بيثبت أن العقيدة الإسلامية متضاربة ومتشابكة يعني لا فيها منطق ولا فيها بصراحة لا فيها حاجة طيب إذن إذا كان ده منطق القرآن أن الشرك مشيئة إلهية فإذن آدم وشركه اللي خدناه الأسبوع اللي فات ده مشيئة إلهية نعم وتصبح الكلمات التي يريد أن يعرفها المسلم نحن أمامنا هذا اللغط الكثير اقتراحات محاولة فهم هذه الكلمات بس أنا مش عاوز أفوت الحتة دي من غير ما أسمع تفسير لها علشان هنا بالدليل ونحن لا نفهم القرآن من أنفسنا ولكن نعتمد على شيوخ الإسلام وعلماء طيب في الطبر بفسر النص القرآن السابق ولكن أكثرهم يجهلون يقول ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك كذلك خلي بالك عزيزي المشاهد يحسبون أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم متى شاءوا آمنوا ومتى شاءوا كفروا وليس ذلك كذلك طب إيه الصح ليس ذلك كذلك ذلك بيدي ده الله اللي بتكلم لا يؤمن منهم إلا من هديت له فوفقت ولا يكفر إلا من خذلت عن الرشد فأضللت يا للهول دي كارثة الكوارث يعني أنت يا مسلم مسير حتى في إيمانك وحتى في ضلالك وحتى في رشدك أنت مسير فالإله إذا أضلك فأنت ضال لا محل هذه ليست تعاليمنا ليست تعاليم الكتاب المقدس تعاليم الكتاب المقدس الله إرادته يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق الإله يقبلون دي إرادته والخيار لك فأمامك الموت وأمامك الحياة فاختر الحياة لكي تحيا دي آيات في الكتاب المقدس وكل ده وفي الآخر حطولنا شعار كبير عصمة الأنبياء صحيح نأخذ بعض المكالمات ونرجع نكمل الموضوع بتاعنا كريستيان من كندا ألو سلام المسيح لكم جميعا سلام ونعمة تفضلي ألو ألو تفضلي أنا أصبح أنا لي السؤال تفضلي إذا كان الله غفر لأبونا آدم وأمنا هو خطيتهم وغفر لزريتهم فكيف يذكر القرآن الكريم في سورة مريم من منكم إلا واردها على النار يعني كل إذا كان هو غفر فكيف كل فرد سواء حلو أو وحش حيدخل النار هذا بالإضافة إلى عذاب القبر في حين أن المنتقلين عندنا في المسيحية المؤمنين بقلاطة الرب اللي هم عايشين في سلام الرب وفي تعاليم ووصيان حينما الروح تفارقهم كتير جداً بيشوف رائحة البخور الزكية تنطلق أثناء طلوع الروح وأحياناً يسمع ترانيم الملائكة واليواخبة أرواح القديسين اللي على المسيحة وطلع بها السماء تاني حاجة في صورة عندهم في صورة صورة ياسين تقريباً الآية 78 ما معناها بتقول لا يستطيع أحد أن يقيم العظام وهي رميد إلا الذي أنشأها إلا خالقها معنى الآية دي إن رب لما بيبليش تطريق لأي حد يقيم العظام وهي رميد إذا كانت سيد المسيح له كل المجم يقيم العظام وهي رميد فمن هو يكون السيد المسيح وهنا الله يستطيع أن ينشرك نادي معاه في وظيفة الخمق وإعادة الروح إلى البشر شكراً لك يا أخت كريستين معلش لأنه عندنا مكالمات كمان تاني كمان من أستراليا ألو صباح خير يا أخت فدوة صباح خير أخي وحيد سهلاً بعلك أنا على صورة اللي نعام يا أختصر فتديك تبريك طيب أنا كمسيحي طيب يبقى نفويد علي يا شرك يا ربنا حطوا علي طيب حسب القرآن طيب أنت بذي تطهدني ليه تماماً صح ألو كمال تفضل كمل المداخل طيب شكراً لك يا أخ كمال شكراً لك ناخد بشار من الدنمارك ألو ألو مساء الخير مساء نور سلام والربي سواء المسيح معك أخذ فضو معك أخي العزيز وحيد الله يخليك أنا عندي مداخلة بسيطة نتمنى ولو يوم واحد نسمع ولو مرة واحدة تعاليق ومداخلات منطقية من الأحبة المسلمين تتناول بالعقل والمنطق الأدلة الكثيرة اللي حضرتك توردها لهم من القرآن خصوص هذا الموضوع وبقية المواضيع أنا عندي سؤال بسيط لأحد المسلمين بكرت في بداية البرنامج أن القرآن والأحاديث الصحيحة تكون بصريحة العبارة أن لا خلاص للجنس البشري بأفعال الإنسان يعني مهما عمل الإنسان من حسنات في حياته ليس هناك خلاص إذن لماذا يتسابق الإخوة المسلمين في عمل الحسنات وتقديم الأضاحي وغيرها وخصوصا في شهر رمضان إذا كانت أعمال الإنسان لا تخلصه حتى إذا كان رسول الإسلام نفسه لم يضمن الجنة لنفسه فإذن يعني كما يقول الأحب المسلمين أنه حبيب الله وسيد المرسلين وإلى آخرين من هذه الصفات لماذا لم يخلص نفسه لماذا لم يضمن الجنة والخلاص لنفسه شكرا شكرا لك يا أخوة الشهر شكرا لك ناخد سليل أعتقد الإسم كده سليل من ألمانيا ألو 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 أيوة تفضل أول شيء أنا بتسلم على الأخ وحيد أهلا مرحب بك عزيزي وعلى الأخت مقدمة هذا البرنامج وأشكركم جدا على هذا البرنامج الجميل رب يباركك ورب يبارككم كمان وكمان وكمان شكرا وأتمنى أن نصلوا لمسيحين العراق اللي كلهم أهلي وموجودين هونيك وأتمنى أن نصلوا لنا كمان نحن بألمانيا وبالنسبة كنت أريد أن أتعلق على التعليق للأخ الكويتي اللي قال أنه الله طرد آدم الجنة بسبب البراز الفضلات صحيح طيب إحنا واضح أن إحنا عندنا مشكلة نكتفي بكده وبنعتذر لكل الأحباء وحيد عندنا خمس دقائق أنا بسرعة هتناول لو سمحت لي التعليقات دي بشكر الأحباء اللي شاركون الرب يبارك حياتهم كان في سؤال هنا عن الفرس الأخضر أنا نسيته الفرس الأخضر في الكتاب المقدس في سفر الرؤية أشار إلى الموت فأنا شخصيا ليس لدي تعليق عما أنا عن نفس شفت الفيديو عن الفرس الأخضر في ميدان التحرير ولكن ليس لدي التعليق لكن هو في الكتاب المقدس يشير إلى الموت نصلي أنه الرب يحفظ الناس اللي في مصر يحفظ كل النفوس بدون استثناء آمين بالنسبة إلى الأخوة كريستيان من منكم إلا واردها يعني هما هيكونوا حسب التصنيف الإسلامي يعني على الصراط المستقيم زي الشعر كده وفي كلاليب وأشياء ويمشى على الصراط المستقيم ده بعدين فإذا كان حسناته أكتر هيعدي سيئاته أكتر حيدخل النار يعود في النار بقى حسب ما يخلص السيئات بتاعته سبعين ألف سنة مئة ألف سنة عشرين ألف سنة وبعد كده يطلع عشان يدخل الجنة المهم في الموضوع أنه رسول الإسلام ذكر أنه إلا أن يتغمدني الله برحمته فلازم الرحمة هي ده الأساس العظام وهي رميم صحيح من هذا الذي يشارك الله في صفة لاهوتية في صفة ألوهية المسيح كيف لا بد أن يكون هو كلمة الله وما معنى كلمة الله هذا سنتناول في التوحيد بنعمة الرب يسوع الأخ كمال سورة الأنعام لماذا تضطهيدني صحيح إذا كان الله كاتب علي الشرك لماذا الاتهاد لماذا رفع محمد سيف على المسيحي ويهود جزيرة العرب ولماذا المؤلف قلوبهم ما خلاص سيب الناس بقى ما الاله كاتب عليهم لو حيب ما عليش المؤلف قلوبهم بس عشان المشاهد المؤلف قلوبهم اللي كان بيدين فلوس عشان يدخل الإسلام رسول الإسلام رشوار سمها أبو بكر رشا كانوا بيرش الناس عشان يدخلوا الإسلام وده موجود في سورة التوبة الستين يقرأوا تفاسيرها الأخ بشار من الدينمارك نحن برضو نطلب أن الأحباء المسلمين يتعاملوا بحيادية ويفهموا الكلمة حتى المكتوبة في القرآن سيستنيروا كثير جدا لو تعمقوا فيها سيعرفوا الحق والأخ صليل من ألمانيا رب يبارك حياتك أنا أعتقد بشكر الأحباء اللي قدموا داخلات وأسروا النقاش بتاعنا طيب في حتة نحن نريد أن نتعرض لها قبل ما نحن بجينا تقريبا دقيقتين بالنسبة للمكتوب في العقيدة الإسلامية نحن رأينا في العقيدة المسيحية عفوا رأينا المكتوب في العقيدة الإسلامية أن الشرك مكتوب والكفر مكتوب وكل خطايا مكتوب على الإنسان هو يعملها طيب بالنسبة للمسيحية هذا في المسيحية واضح جدا نحن نفرق في المسيحية بين علم الله وإرادة الله وسماح الله فكل شيء تحت الكون بدون استثناء هو في علم الله كل شيء كل شيء الله يعلم كل شيء بدون استثناء إرادته دائما خيرة أنا حينما أفعل الشر هذا سماح الله الله يسمح إن أنا أفعل فأفعل أنا طبعا الموضوع هذا مهم إن أسيره فأنا شايف الوقت مش هيكفيها نحن نأخذه في حلقة لكن أنا حابب أقول للأحباء المشاهدين إن الكلمات التي اقتراحها آدم الكلمات التي قالها آدم مش معروفة وكل الاقتراحات يضرب بعضها بعض وهي تناقض حتى المنهج الإسلامي لا فيها صوم ولا صلى فيها بس مجرد رحمة بعد ذا كله إلهنا وإلهكم واحد لا ليس واحد وبعد ذا كله جاء القرآن مصدقا للتورا والإنجيل مشاهدين عندنا حلقة جاية عن تدبير الخلاص في المسيحية خليكم معاني المسيحي بارك حياتكم للأسف وقتنا انتهى شكرا لكم